خميس جمعة أخذهم في رحلات إلى القرى والمدن خارج الدوحة عندما كنا في المراحل الابتدائية في كل مدرسة في مكتبة زاخرة بكل شيء هل الآن في كل المدارس في مكتبة زاخرة بكل كتب المعرفة؟ دايماً أقول أصحاب الوجوه السمر أصحاب قلوب الياسمين مهما تحدثت عن السودان فالسودانيين ذي لين الوصف الحقيقي عنهم أنه هم دائماً أصحاب الإثار بس في حاجة بيقول لكم أنتوا سودانيين على كثرة هالأدباء والمفكرين إنتاجكم مع الأسف الشديد في فترة الستينات عرفنا الطيب صالح عرفنا وردي عرفنا صلاح أحمد راهيم عرفنا مجموعة من المبدعين الآن عندكم مبدعين ليش أنتم مغلقين على نفسكم؟ ليش ما يطلع أبداعكم خارج الحدود؟ حتى بالنسبة لمعارض الكتاب يعني ليش محدودين هذا الإطار يعني؟ حرام مع الأسف يعني يعني مفروض يكون لكم إطلالة يعني أسابيع ثقافية شاركوا بمبدع بأديب بشاعرة بمبدعة وفي موروث كبير في السودان طيب موروث كيف أعرفه أنا؟ أنا بعلاقتي بالسودانين أعرف في الآخرين ليش لا؟ يعني حاولوا قدر المستطاع السودان قارة من المبدعين